أيها المحبون والصادقون يا من تريدون القرب من رسول الله يا من تبكي عيونكم وتهتز قلوبكم شوقا له صلى الله عليه وسلم كيف تريدون أن تنالوا هذا القرب وأنتم جاحدون لا تصلون عليه إلا حين تسمعون اسمه بل ومن الناس من يبخل حتى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حين يسمع اسمه وهو القائل إن أولى الناس بي وأقربهم مني يوم القيامة أكثرهم صلاة علي فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لتفوزوا بهذه المنزلة ففي الحديث الذي رواب محبان عن عبدالله مسعود رضي الله عنه قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أكثرهم علي صلاة والله لا أنسى هذه الفتاة التي لم تبلغ العشرين من عمرها حين دخلت علي يوما قناة الرحمة المباركة لتقص علي رؤيا رأتها لي وكانت مبشرة بشرها الله بخيري الدنيا والآخرة فسألتها باكيا كم تصلين على النبي ابنتي كل يوم فردت علي وقالت بأنها تصلي عليه كل يوم عشرة آلاف مرة عشرة آلاف مرة هذا هو الحب هذا هو الحب وهؤلاء هم محبون ولا أنسى طالبا من طلابي في مدينة المنصرة وقد ذكرت هذه القصة مرارا حين سألني يوما أن أذهب لزيارة والدته الفاضلة وذهبنا معا إلى قرية متواضعة من قرى مركز شربين ودخلت معه بيتا متواضعا باللبن والطين ورأيت أما بلغت من الكبر عتيا لا يفتر لسانها ورب الكعبة عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما ألقيت عليها السلام وسألتها ما الذي تشكو منه لعلي أحضر لها طبيبا من إخواننا وأبنائنا في الأسبوع المقبل فابتسمت باكية وقالت يا بني يا ولدي أنا أعرف دائي ودوائي قلت سألتك بالله أن تخبريني فقالت لي باللهجة المصرية الجميلة يا ابني أنا ما شفتش سدن النبي بآلي تلت ليالي هذا سبب مرضي بآلي تلت ليالي ما شفتش حبيبي هؤلاء هم المحبون هؤلاء هم المحبون هؤلاء هم المخلصون المخلصون الصادقون هل تعلم أنه صلى الله عليه وسلم إن صليت عليه في أي موضع كنت فيه من الأرض هل تعلم أن الله جل جلاله يرد على حبيبك روحه ليرد النبي عليك السلام هل تعلم ذلك والحديث روه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وفي رواية أن الله جلاله وكل ملكا لهذا الأمر فيقول الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة الحديث حسن الشيق الألباني في السلسلة الصحيح إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة يخبره ويرد الله على حبيبنا روحه ليرد النبي السلام عالم البرزخ عالم عجيب لا نعرف حقيقته ولذلك النبي عليه الصنف في رواية جميلة جدا في مسند الإمام أحمد وسنني أبي داود صحيح بن حبان بسند صحيح من حديث أوس بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أرمت أي بليت فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء فكيف بقسد إمامهم الأعظم وسيدهم الأكرم صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء ما الأقول لك يا من تشك من عدم إجابة الدعاء يا من تقول أدعو منذ عشرات السنين والأبواب موصدة مغلقة في وجهي ولا يرفع دعائي لربي أقول لك هل فتحت الأبواب المغلقة ألا تعلم أن المفتاح لفتح هذه الأبواب الموصدة المغلقة أمام الدعاء المفتاح هو الصلاة على إمام الأنبياء فعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو دون أن يبدأ بالحمد والثناء والصلاة على رسول الله والحديث حديث صحيح فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا عجل يعني تعجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا تعجل هذا ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء حديث رؤل الترمذي وأبو داود وهو حديث كما قال الترمذي يقول حسن صحيح ابدأ بحمد الله والثناء على الله بتذلل وتضرع بماليق بجماله وكماله وجلاله ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو الله سؤالا بما يشيد وأبشر بالقبول وذكر أصحاب مجالس الغيبة والنميمة والطعن في أعراض الأحياء والأموات وأكل اللحم الحرام الذين أكلون لحوم الأفاضل والأكابر والأخيار والأطهار وما أكثر من يخوضون الآن في المجالس الخاصة بل وعبر البرامج التلفزيونية أقول لهم مجالسكم ستكون حسرة عليكم يوم القيامة فارفعوا هذه الحسرة عن المجالس بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الحديث لذرات ترمذيوا بسند حسن أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوسة ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى أو يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم كان مجلسهم عليهم تره إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم تره أي حسرة وندامة يوم القيامة فعطروا مجالسكم بالصلاة على رسول الله بل من الرقائق أنها سبب للثبات على الصراط يوم القيامة في حديث طويل جميل اختلف أهل العلم في تصحيحه وتحسينه وتضعيفه وقد ضعف إسناده الحافظ العراقي والألباني وقال الإمام بن تيمية رحمه الله وشواهد السنة تدل عليه وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحب أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجك الله من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فمن صلى على النبي صلى الله عليه ومن صلى الله عليه أخرجه من الظلمات إلى النور لأنه بالمؤمنين رحيم سبحانه وتعالى نعم أيها الأحبة من صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ما أقبح البخل وما أقبح أهل البخل وإن من أقبح صور البخل أن يذكر اسم النبي عندك صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه قال كما في الحديث الذي روه أحمد والحاكم وحديث صحيح بشوهده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين أيها الأحبة لقد ذكر شيخون عبد القيم في كتابه الماتع القيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ذكر أربعين فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تسع الوقت لذكرها فما هي كيفية الصلاة على رسول الله والجواب في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجره رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى أهدها إلي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك فلقد علمنا كيف نسلم عليك كيف الصلاة عليك فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك فقال عليه الصلاة والسلام معلما قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد ثبت أيضا في صحيح النسائي عن زيل بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الإمام الصيوط رحمه الله يقول بأن أحسن الصيغ في الصلاة عليه هي صيغة التشاهد التي ذكرتها آنفا في حديث كعب بن عجرة لكن لا حرج أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة انتبه خارج الصلاة بأي صيغة ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية هذا لا حرج فيه كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فالأمر واسع بفضل الله تبارك وتعالى فإذا صليت على النبي بأي صيغة منضبطة بالضوابط الشرعية فلا بأس عليك ولا حرج كأن تقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم والتسليم أكمل لأن الله أمر بالصلاة والسلام اللهم صل وسلم يا أيها الذين منوا صلوا عليه وسلموا فأن تقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل هذا لا بأس به خارج الصلاة فجماهر العلماء يرون أن أي لفظ أدى المرادة بالصلاة عليه أجزأه أما في داخل الصلاة فأنبغي الاقتصار على ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيغة التي ذكرتها آنفا أيها الأحبة ذكرت أن الإمام الشافعي كان يقول وصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد ما ذكره الذاكرون وبعدد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تليق به وبقدره عندك يا أرحم الراحمين وليس من الأدب وأختم بذلك إذا أردت أن تكتب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على موقعك أو في رسالة أو في خطاب أو في كتاب ليس من الأدب أن تقول قال صاد وتكتب حرف الصاد بين قوسين إشارة إلى قولك صلى الله عليه وسلم أو تكتب صاد لام يا لا أريد أن أقرأها صاد لام يا أو صاد لام عين ميم لا أريد أن أقرأها ليس من الأدب أن تكتب هذا أتسطر كل هذه الرسالة أتسطر كل هذا الكتاب ويتوقف القلب عند الثناء عليه بقولك صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبينا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأسأل الله بحبنا له وإن قصرت أعمالنا أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن يقر أعيننا برؤيته في الدنيا والآخرة وأن يسقينا بيده الشريفة المباركة الطاهرة من حوضه الأزهر الأنور الأطهر الأصفى شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا حتى نستمتع بعدها بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم إنه ولي ذلك ومولاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته